نتكلم على موضوع يهم الناس اللي مركبة تركيبات متحركة سواء تركيبة جزئية بمشابك أو تركيبة كاملة طقم أسنان كامل طبعاً الناس ديك بتبقى عارفة إن هي صرفت فلوس كتير ونفقات كتير وجلسات كتير علشان تعمل تركيبة الأسنان وبالتالي دايماً تسأل تقول أنا عايز طقم الأسنان يقعد معايا أطول فترة ممكنة إزاي أحمي طقم الأسنان من التلف سريعاً؟ إزاي أحصل على طقم أسنان له عمر افتراضي طويل توفيراً للنفقات؟ النهاردة هنتكلم على خمس أشياء بتطلف طقم الأسنان سريعاً وبتقلل جداً من العمر الافتراضي للطقم ولأسف الطقم بعد كده نضطر نعمل طقم جديد أو نصلح الطقم بنفقات إضافية تعالوا نعرف إيه هي النقطة ديت وهل إحنا بنعملها فعلاً ولا هل إحنا ما بنعملش الحاجات ديت اللي بتطلف طقم الأسنان سريعاً؟ أول حاجة هي عدم تنظيف طقم الأسنان وهنا ما بتكلمش على التنظيف العميق بس اللي بعمله قبل النوم وإني أحطه فيه الفرشة والمعجون ونظفه بالفرشة والمعجون وأحطه فيه المحلول ولكن بتكلم على تمظيف طقم الأسنان بعد كل وجبة لازم بعد كل وجبة على طول على الحنفية وأبتدي أنظف طقم أسنان سواء كامل أو جزئي تحت مية جارية بكميات مية أنظف الطقم من بقايا الأكل حتى لو مش هخصله بالفرشة والمعجون أقل شيء أني أنظفه بصباعي تحت مية جارية وأشيل كل بقايا الطعام بالنسبة للفم لو أنا ما عنديش أسنان خالص على الأقل بنظف الفم بفرشة نعمة أو بنظفه حتى بصباعي زي ما بنقول وبنظف الفم كويس جداً بمضمض بمية دافية وملح لو أنا مش هدعك اللفة ولو عندي أسنان يستحسن أن بقايا الأسنان أو الأسنان المتبقية تتنظف كويس بالفرشة والمعجون والخيط الطبي والمضمضة بالمية دافية وملح كده هحافظ على الطقم ده غير طبعاً الروتين اللي أنا بعمله آخر اليوم أني بنظف الطقم كويس جداً بالفرشة المخصصة والمعجون المخصص وبحطه في المحلول المطهر كده أنا هحافظ على الطقم لأن الطقم لما يبقى مش نضيف أو عليه بقايا أكل بيتراكم عليه البكتيريا بتتراكم عليه طبقة فطريات وللأسف إن في بعض الفطريات بتلزق على الطقم جامد ونحاول ننظفه ما بتنظفش والفطريات زي ما بنقول بتمسك جامد في الطقم وللأسف بنحتاج بعد كده تغيير لقاعدة الطقم غير طبعاً إن تراكم البكتيريا والفطريات هيخليلي طقم الأسنان رائحة وكريهة ولونه هيتغير هيبتدي يلقط صباغات روائح كريهة من الفم يبتدي يبقى سطحه خشن وكل دوت بيقللني من العمر الافتراضي للطقم واحتاج كل شوية ألمعه واشيل منه طبقات عشان شكله ولونه يتحسن تاني حاجة أو تاني مشكلة بتقلل من عمر الافتراضي للطقم وهي الفرشة الخشنة تنظيف الطقم بالفرشة الخشنة هو أكبر خطأ إحنا إما بنستخدم فرشة نعمة خالص فرشة سوفت طرية جداً مع المعجون المخصص إما لو أنا مقدر وأقدر أشتري الأفضل إني أشتري فرشة المخصصة لتنظيف طقم الأسنان اللي أنتوا شايفينها في الصور دي بتبقى مصنعة مخصوص إن هي بتنظف طقم الأسنان من غير ما تسبب فيه خدوش ولا تبقى السطح بتاع الطقم خشن وبعد كده يركم لي بكتيريا وفطريات وتصبغات تالت مشكلة هي الاستخدام المواد الممنوعة في تنظيف طقم الأسنان زي الناس اللي بتنظف طقم الأسنان بالبيكربونات ممنوعة الناس اللي بتنظفوا بالكولور ممنوعة مية الأكسجين ممنوعة الخل اللي هي تقعد تكحت فيه بالبيكربونات والخل تقعد تعملها فوران لا هو الستات البيوت طقم الأسنان ما نتعاملش معاه على إنه حلة ستانلس أو طاجن ستانلس لا إن إحنا نحط عليه خل وبيكربونات ويفوروا مع بعضه وننظف بيه الطقم الكلام ده ممنوع منعا باتا مع طقم الأسنان كمان ممنوع إني أنظفه بمية مغلية كل الحاجات دي بتطلف طقم الأسنان سريعا وأنا اتكلمت قبل كده إزاي أنظف طقم الأسنان بالطريقة الصحيحة وبالبدائل المواد الطبيعية اللي أقدر أنظفه فيه بالطريقة الصحيحة رابع مشكلة هو إن الطقم بيقع مني كتير أو تكرار وقوع الطقم أو صدمات للطقم يعني مش كل مثلا لما أدخل أنظف الطقم يقع مني في الحوض يتسبب لي في شرخ غير مرقي يقع مني مرة كمان الشرخ يكبر يقع مني كمان أسنان الطقم تبتجي تتخلخل أو تطير أو تتكسر أو إني مثلا أسيبه في مكان فيه أطفال يبتدوا يلعبوا بيه أو يكسروا أو مكان فيه حيوانات أليفة تبتجي تاكل الطقم لأن ريحة الشخص موجودة فيه ولعاب الشخص موجود فيه والحيوانات زي الكلاب والقطة تبتجي تعضعت فيه وتكسر فيه كل الحاجات دي هتتلف لي الطقم يبقى الأفضل طبعا أني أنا لما أجي أنظف طقم الأسنان في الحوض بحط فوطة كبيرة فيه الحوض بحيث لو الطقم وقع يقع على الفوطة كمان ممكن أملى زي طبق كبير مليان مية بحيث لو الطقم وقع في الحوض وأنا بنظفه يقع فيه المية وما يقعش في الحوض مباشرة كمان أبعد طقم الأسنان عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة خامس مشكلة وهي النوم بطقم الأسنان النوم بطقم الأسنان هو ممنوع مانعا باتا وإحنا تكلمنا في الموضوع ده قبل كده في حلقات منفصلة وقلنا طبعا غير الريسك أن أنا ممكن أبلع التركيبة والتركيبة تعور لي وتقطع لي حاجات في الجهاز الهضمي وتنزل تقطع شرايين وأوردة وتعمل لي صقب في المعدة خاصة لو تركيبة جزئية فيها مشابك معدنية كمان ممكن الأسوأ أن هي تدخل على الرئة طيب المشكلة كمان للطقم بقى إحنا هنا كده بنتكلم على مشاكل تلف الطقم سريعا إن الطقم نفسه مش هيلحق ياخد راحته في النظافة طول ما هو محتوط في الفم حتى لو الفم نجيف وحتى لو الطقم نجيف البيات في مكان مظلم اللي هو الفم مكان دافي ومظلم ومنعزل دود بيخلي البكتيريا تنتعش والفطريات تنتعش هو بيئة مناسبة مكان مظلم مكان دافي مكان منعزل كل دود بيسهل طبعا نمو البكتيريا والفطريات أصحى الصبح ألاقي الطقم رائحة تكريهة الفم ريحته كريهة بعد كده البكتيريا تتراكم الفطريات تتراكم يبتدي يلقط لي صبغات من الفم وتبقى ريحت الطقم ولونه مش حلوة الأفضل أني بحطه في الكباية بالمحلول المطهر طوال الليل 8-9 ساعات ياخد راحته في النظافة يتطهر القرص المطهر يقتل البكتيريا ويقتل للفطريات ويقضي على الجراثيم وده مهم جدا مش بس لصحة الطقم ولكن لصحة الفم أيضا لأن أنا قلت قبل كده إن الفم محتاج يتنفس محتاج إنه يرتاح من الطقم إن الدورة الدموية تبتدي تشتغل فيه اللافة إن الدورة الدموية لما تشتغل فيه اللافة تبتدي توصل أكسجين لمنطقة العظم ولمنطقة اللافة والنيوتريانس والتغذية تبتدي تمشي وتبتدي تغزيلي العظم وتغزيلي اللافة ده بيقلل لي من تآكل العظام غير إني بشيل الضغط المستمر من على العظم لأن الضغط المستمر على العظم من الطقم بيزود لي من تآكل عظام الفك وبعد كده نشتكي إن طاقم الأسنان بدأ يوسع لإن أنا طول الليل بنام بيه طول الليل ضغط على العظم حرمه من الأكسجين حرمه من الدورة الدموية والتغذية وبالتالي يحصل لي تآكل والطاقم بعد كده نشتكي إن يوسع بسبب تآكل عظام الفك المستمر دي كانت الخمس مشاكل أو الخمس حاجات اللي ممكن تتلفلي طاقم الأسنان سريعا أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ولو في حد عنده استشارة طبية مش بس في موضوع النهاردة ولكن في مجال طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة بيتفضل في التعليقات بتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله